دراتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دينة شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكينا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي جاءت إلى جانب الرئيس الصيني شي جانبينج ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس بخ وعدد من رؤساء الدول والحكومات يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديسا بابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة وثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة على مدار يومين حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القرية ومن بينها حالة السلم والأمن في القرى ومواجهة تداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهر التغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القرية هذا ومن المقرر أن يلتقي شكري بعدد من نظرائه الأفارقة وذلك للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك أعلنت توزارة الصحة خروج 2498 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 367.026 حالة وأعلن البيان اليومي للوزارة تسجيل 221 حالة إيجابية جديدة و39 حالة وفاة أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية تابعة لقوات الحوثي في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وأشار التحالف العربي إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرد في اليمن ضمن منطقة العمليات كما أكد التحالف العربي أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية نقش وزير الخارجية الأمريكية أنطاني بلينكين مع نظيره الأوكرانية ديمترو كوليبة الحجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وأكد بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكين تحدث مع كوليبة عن اتصالاته التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين الروس مؤكدا لهم استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع المخاوف الأمنية الأمريكية الأوكرانية كما أوضح رغبة واشنطن في فرض تبعات صارمة على روسيا إذا اختارت تصعيد الوضع قالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عازمان على المضي إلى جوهر الأمور خلال اجتماعهما الاثنين في موسكو عبر دراسة تدابير خفض التصعيد في الأزمة على حدود أوكرانيا وأضاف الإليزي أن الرئيسين سيأخذان الوقت اللازم لتناول كل القضايا المتعلقة بهذه الأزمة ومن المنتظر أن يزور ماكرون الكريملين قبل أن يتوجه إلى كييف حيث يلتقي الرئيس الأوكراني فولو دومير زيلينيسكي أثلاثاء لقيا خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح جراء انهيار الثلجي وقع في مقاطعة تيرول النمسوية وقال مسؤول في فرق الإنقاذ إنه لم تتضح في الحال هويات القتل ولا جنسياتهم وكانت هيئة الأرصاد الجوية النمسوية قد حذرت السكان بعدما تساقطت أثلوج بكثافة هذا الأسبوع ورياضيا يستهل النادي الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام منتيري المكسيكية وذلك في السادسة ونصف مساء ضمن منافسات النسخة الحالية من المصابقة والتي تصديفها الإمارات ويخوض المارد الأحمر مباراته رقم السادسة عشر في كأس العالم للأندية التي يشارك بها للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية خوضا للمباريات في تاريخ البطولة متخطيا أوكلاند سيتي أنيوزلندي برصيد خمسة عشر مباراة ختم مجاز الثامنة فاصل ونود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر